النهاردة كيروش ومحمد صلاح تصرحتهم يعني تخلينا متفائلين تصرحات إيجابية وتصرحات زكية هقف عند جملة صلاح النهاردة أيوة هكون صريح معاكو إن احنا مش المرشح الأول للفوز بالبطولة ده الكلام اللي كان كيروش بيقوله من كم يوم واتهاجم هجوم شديد قاله بصيغة أخرى قال إنه هو كان جاي عشان كاس العالم قال إن كاس العالم هو هدفنا الأكبر اتهاجم جداً محمد صلاح بواقعية شديدة وبالزكاء شديد جداً النهاردة تكلم عن هذه النقطة بكل ذكاء بكل احترافية أيوة منتخب مصر مش المرشح الأول للفوز بالبطولة السنغال مرشح أول الجزائر مرشح أول المغرب مرشح أول ومصر بحكم التاريخ مرشح أول دائماً وده برضو اللي قاله محمد صلاح النهاردة الناس تكلم دائماً عن منتخب مصر إنه منتخب يخش أي بطولة يكسبها طبعاً التاريخ بيقول كده الواقع بيقول إيه؟ بيقول إنه ممكن يبقى فيه منتخبات فنياً على المستوى الفردي وعلى مستوى عدد اللاعبين المميزين المحترفين في أوروبا ممكن يبقى ليهم الأفضلية بالمناسبة كل البطولات اللي دخلناها في كأس الأمم الأفريقية بحكم النجوم أو اللاعبين اللي في المنتخب حتى 2006 و2008 و2010 بالمناسبة 2006 و2008 و2010 ما كناش المرشح الأول لما تبص على تشكيل المنتخبات الأخرى أنت ما كنتش المرشح الأول بس أنت بتقدر تكسب بتكسب بايه؟ بتكسب بمجموعة لعبين فعلاً مميزين دلوقتي في منتخب مصر بتكسب بمدرب محترم بس الأهم إنك بتكسب بالقلب بالروح بالحماس بالإرادة بحكم التاريخ زي ما بقولك التاريخ اللي كله أمجاد وكله إنجازات عشان كده طلبنا الأول من منتخبنا الوطني لعبين وجهاز فني اللعب بروح وبإصرار وبحماس عشان ده السبيل اللي كان دايماً بيوصلنا لمنصات التتويج إن شاء الله منتخبنا يقدر يكسب البطولة إن شاء الله متأكد إن كروش هدف الفوز بالبطولة محمد صلاح قائد المنتخب هدف الفوز بالبطولة وباقي اللعبين بالتأكيد عايزين يرفعوا كأس البطولة مفيش خوف حماس فرحة إن شاء الله مستوى منتخبنا النهاردة بعد ساعات يكون مستوى رائع وكبير في مواجهة أولى قوي جداً قدام المنتخب الناجيري البطولة بشكل عام حتى الآن بطولة مش ممتعة فنية كل المباراة ده ما هتقيل بصراحة بس ده عدد كأس الأهم الأفريقية البدايات ما بتبقاش في منتغل قوة الإصارة بعد كده الأمور تشتد قوتها مع غيابات بالجملة بسبب كورونا في كل المنتخبات أو معظم المنتخبات فمخليها لسه الأمور مش جيدة فنياً ولكن بطولة قوية وبطولة كبيرة وإن شاء الله نقدر نفوز بيها في النهاية النهاردة تصراحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب الناجيري كانت كالتالي قال إن كيروش بيؤدي بشكل جيد مع المنتخب وقال إن إحنا وصلنا أو هو وصلنا المباراة الإكسائية من تصفيات كأس العالم وقال لسنا المرشح الأوفر حظاً للفوز بكأس الأمور الأفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بالكأس إلى مصر قال إنه مفاس ببطولة كبرى مع المنتخب وقال إنه نفسه يعمل ده دلوقتي وقال كمان إنه يتمنى إن تكون هذه البطولة هي كأس الأمور الأفريقية 2021 مقامة في الوقت الحالي في 2022